حدثنا هشام بن سعيد قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن محمد بن يحيى بن حبانة قال حدثني عمي وصع بن حبانة عن وهبي بن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن قام منه ثم رجع أي فهو أحق به حدثنا عفان قال حدثنا خالد الواسطي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى عن عمه وسع بن حبانة عن وهبي بن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا إذا قام الرجل من مجلسه فرجع إليه فهو أحق به وإن كانت له حاجة فقام إليها ثم رجع فهو أحق به ترجمة نانسي قنقر